الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الحب في الله هدية من أغلى ما تكون هدية الرحمن لأحبائه وأوليائه الذين اجتمعوا على طاعته وعلى رضوانه فما كان منه جل وعلا وهو الكريم إلا أن أهداهم بهدية من الجنة أهداهم بنعيم من نعيم أهل الجنة قال تبارك وتعالى عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله هكذا هي هديتهم نزع الغل والحقد حيث اجتمعوا على محبة الرب فأذاقهم من نعيم الجنة بل أذاقهم طعم الإيمان وهو من أغلى ما يكون على أولياء الرحمن طعمه قال عنه سيدنا علي والله إنا في سعادة لو يعلمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف متى يتذوق العبد حلاوة الإيمان قال خير الأنام عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار أهل المحبة ما جمعهم إلا رضوان الله لا مصلحة ولا منفعة دنياوية بل ما أرادوا إلا الله ولذلك كما تجمعوا على محبة الله في الدنيا يجمعهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله أي في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه على طاعته ومحبته وقربه وتفرق عليه أي لم يفرقهم إلا الموت أهل المحبة في الله وأهل النصح في الله وأهل التواصل في الله وأهل التزاور في الله وأهل التباذل في الله يبذلون ما عندهم لأجل الله هم الذين وجبت لهم محبة الله يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي حُقَّت محبتي أي واجبت حُقَّت محبتي للمتحابين فيه حُقَّت محبتي للمتواصلين فيه حُقَّت محبتي للمتناصحين فيه حُقَّت محبتي للمتزاورين فيه حُقَّت محبتي للمتباذلين فيه المتحابون في على منابر من نور أيام القيامة بل من عجيب أمرهم وعلو شأنهم قال صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام أيها الناس اسمعوا وعقلوا إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله يحسدونهم على تلك المنزلة قام أعربي قال انعتهم لنا يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال قال هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ناس عادية بسيطة من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة ربما لا يكون أقارب إذا ما الذي جمعهم وما القاسم المشترك بينهم قال لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا فما هي جائزتهم يا رسول الله التي يحسدهم عليها غيرهم وعلى رأسهم النبيون والشهداء قال يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الخلق يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهل المحبة ما جمعهم إلا الرحمن ما جمعهم إلا الطاعة والرضوان نزعوا الدنيا من قلوبهم وخلصوها لخالقهم فخلص لهم كل شيء وجعلهم في أعلى عليين أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المحبين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين